الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطلع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم ثم أما بعد في هذا الشهر المبارك أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالحديث والتفكر في أمر الصلاح والإصلاح وكما قلت من قبل أن عملية الإصلاح والصلاح تتسارع في رمضان ولكنها لا تتوقف إلا بموت الإنسان أي أن الإنسان في حياته كلها هو في عملية صلاح مستمر هو يصلح نفسه دائما يسعى أن يكون صالحا في نفسه في أسرته في أمته صالحا في كل أحواله وهو أن يعود أو أن يحاول أن تكون الحياة كلها كما أمر الله سبحانه وتعالى دربنا مثل أكثر بالمرة عندما تشتري سيارة عندما تشتري أي شيء تحاول أن تشغلها حسب تعليمات المصنعة الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى الله هو الخالق البارئ سبحانه وتعالى فالله خلق الإنسان وخلق الإنسان في هذا الكون ولن يصلح الإنسان ولن يصلح حال الكون إلا أن نسير على منهج الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة ونختم هذا الشهر الكريم بشعار رفعه القرآن يكون لنا شعار طوال العام إن شاء الله وهو دعاء شعيب صلى الله عليه وسلم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت كل شخص منه عليه أن يطبق هذا المبدأ القرآني إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت في كل ما تفعل حينما تتكلم ماذا تريد بكلامك أريد الإصلاح ما استطعت حينما تغضب لماذا تغضب لنفسك أم أنك تريد الإصلاح ما استطعت حينما تدعو حينما تقف في الصفوف حينما تتقدم الصفوف حينما تتأخر عن الصفوف في كل ما تفعل وتترك في كل ما تأمر وتنهى لماذا فعلت ما فعلت ولماذا لم تفعل ما لم تفعل ما هي نيتك ما هو غرضك غرضك الإصلاح هذا الشعار الهام الذي رسمه القرآن لنا أن يكون هدفنا في كل ما نفعل ونترك الإصلاح وعن زينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعه الإبهام وما يليه هكذا صلى الله عليه وسلم وهذا على سبل التقريب للتحديد قالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يعني أن تكون صالحا فقط لا يكفي هذا بشهادة نبي عليه وسلم قالت زينب يا رسول الله كيف نهلك وفينا الصالحون هناك الصالحون في أنفسهم يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقل الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الحرام ويقوم بكل ما يطلبه الله منه على المستوى الشخصي أو المستوى الفردي قال النبي عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث وهذا ما نراه في مجتمعتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن الصلاح وحده لا يكفي وهذا يعني لعلها فاهمت من قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون ولكن الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة حينما يكثر الظلم ويكثر الخبث سيأتي هلاك عام لكل الناس ثم يبعث الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة على نياتهم ولكن سيحدث هلاك في هذه الدنيا ولكن ما أمان المجتمعات الإصلاح وسبحان الله في نفس السورة في سورة هود الآيات يعني أردت أن أختصرها ولكن للا دعي القرآن يتكلم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصص الأنبياء يقول سبحانه وتعالى عز من قائل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد الحصيد يعني الميت وهذا التشبيه القرآني البديع أن من كانت في حياك أنه زرع قائم ومن مات فحصده الموت يقول الشاعر والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد هذا التشبيه رائع في القرآن استخدمه القرآن أكثر من مرة مثلا نساؤكم حرث لكم علاقة الإنسان بالحرث والأرض علاقة قوية فيقول ربنا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب التباب والهلاك والخسران طبعا الآن لا نعبد آلهة ولكن نعبد أنظمة سواء أنظمة سياسية أو أنظمة حياتية من دون الله سبحانه وتعالى هناك أنظمة كثيرة نتبعها بعلم وبدون علم بقصد وبدون قصد فالقرآن يعلمنا أن نترك كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هناك نظام واحد اهدنا الصراطة المستقيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود شوف هذا التحذير القوي من رب العالمين سبحانه وتعالى الملك يحذر عباده سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد في النهاية هناك فريقان فريق الشقاوة وفريق السعادة والقرآن لم يعبر عن السعادة إلا في الآخرة لا توجد سعادة في الدنيا هناك في الدنيا رضا أن ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى فإن رضيت بما قسمه الله لك سبحانه وتعالى في الدنيا أسعدك الله سبحانه وتعالى في الآخرة فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود مجذود يعني غير مقطوع عطاء كامل من الله سبحانه وتعالى الملك من لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى عندما يعطي يعطي بلا حدود إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله سبحانه وتعالى ليس هناك حساب ليس هناك نقصان في نعم الله سبحانه وتعالى فمن حرم شيئا في الدنيا سيعوضه الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفا تليق بكرمه وبعطائه في الجنة إن شاء الله فاترك هذه الدنيا وشهواتها ما تعلقت به قلوبنا من حب الدنيا نتركه لله سبحانه وتعالى فسيعوضنا عنها وبدلا منها في الآخرة وفي الجنة نعيما غير مجذوز غير مقطوع بل تام وكامل إن شاء الله شوف سبحانه وتعالى فلا تشك فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء أحيان الإنسان يرى الدنيا ويرى ما حققه الآخرون ويدخل الشيطان ويوسبس له الشيطان في أن هناك شيء خطأ ما هناك خطأ في تفكيرك هناك رجعيون هناك متخلفون يريدون أن نعود إلى الماضي الأخلاق والقيم لا تتغير بتغير الزمن والمكان تتغير التكنولوجيا التقنية تتغير أسليب الحياة لكن القيم الصدق صدق والأمانة أمانة والحق حق والباطل باطل لا يتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان والأمة الإسلامية أمة أخلاق إنما بعثت كما يقال صلى الله عليه وسلم لأتمم صالح الأخلاق أو مكان من الأخلاق صلى الله عليه وسلم فلا تك في مريت مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فماذا أفعل يا رب فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت دورك أن تستقم كما أمرك الله سبحانه وتعالى وأن أستقم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى والنتائج على الله سبحانه وتعالى لسنا مطالبون بأن نحقق النصر ولكن مطالبون بأن نسعى أن نستقم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأنه عامل أعداءنا كما علمنا الله سبحانه وتعالى حتى في أسوأ الظروف وهي القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم انتشر الآن هذا الفيديو الشنيع الذي يصور هذه الجرائم التي ارتكافها النظام السوري بحق إخوانينا المسلمين في سوريا عندما قتلوهم ثم أحرقوهم في هذه الحفرة هذا يدل على خصة هؤلاء لا دين ولا دنيا ولا عقل ولا عرف ولا أخلاق ولا مرؤة الإسلام علمنا حينما نقاتل أن لا نقتل امرأة ولا شيخ ولا طفل ولا نهدم صومعة ولا كنيسة كل هذه الأمور فنحن ونحن في منتهى الغضب من أعداء هذه الأمة لا نستطيع أن نفعل كما فعلوا لماذا؟ لأنني حتى وأنا أقاتل أعدائي أستقم كما أمر الله سبحانه وتعالى فلا أقتل أسيرا وإن قتل هذا الأسير الكثير من المسلمين لماذا؟ لأن المسلم منضبط بما أمر الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغو والطغيان مجاوزة الحد لا تضغو استقم كما أمرت التزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى إنه بما تعملون بصير ثم يحزننا القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هذه رسالة في منتهى الأهمية ألا نركن إلى الذين ظلموا ولا نميل إلى الذين ظلموا بل مع الحق إذا أردت أن تعبد الحق فالزم الحق في الدنيا حتى تكون مع الحق في الآخرة وفي الجنة إن شاء الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون لا يستطيع أحد أن ينصرك من الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات حتى لو أخطأنا كبشر حتى لو وقع منا ذنب أو معصية أو نقصان لا تقلق إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضع أجر المحسنين هذا الأمر يحتاج إلى صبر وعزيمة وإحسان ولا تقلق لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين ثم يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد عملية الإصلاح ناس تنهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين أي لو كان هناك فريق من المؤمنين ينهون عن الفساد ويحاولون في محاولة مستمرة دائمة لإصلاح هذه الأمة ثم يعلق القرآن وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وأهلها مصلحون أي أن أمان القرى من إهلاك الله سبحانه وتعالى وتدميرهم أن يكونوا مصلحين لا أن يكونوا صالحين فقط وهذه هي النقطة هذه الخطوة التالية التي يجب على أمتنا أن تزعى عليه على كل فرد مسلم أن يكون صالحا ومصلحا في نفس الوقت يجب أن ننتقل خطوة للأمام يجب أن نرتفع درجة للأعلى بأن نقود عملية الإصلاح أنت تصلح نفسك وأن تصلح أهلك وأن تصلح أمتك هذا الأمر في منتهى الأهمية وإلا فسد الكون المسلمون الآن هم حراس الفضيلة ضد أهل الرذيلة هذا ما يحدث في مجتمعاتنا سواء في كندا أو في العالم العربي وعالم الإسلامي ما نراه الآن من انحلال عرى الفضيلة وتدمير القيم الإنسانية وقيم الأسرة وقيم الفطرية البسيطة التي فطر الله الناس عليها هذا يحتاج إلى مقاومة وإلى عملية إصلاح مستمرة من كل فرد هذه ليست مهمة الشيخ ولا مهمة الإمام ولا مهمة الداعية بل هي مهمة كل مسلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم أما بعد ولا أريد أن أقول أن أترككم مع بعض النصائح في نهاية رمضان لأني أرى إن شاء الله أتوقع أن يكون عدد المسلمين الذين يأتون في المسجد في رمضان سيكون هو نفس العدد بعد رمضان يجب أن نكسر هذا الحاجز حاجز أن الناس تأتي فقط في رمضان رمضان عملية تسارع عملية شحن عامل مساعد يشجعك ويساعدك على أن تأتي لمسجد الله سبحانه وتعالى لبيوت الله سبحانه وتعالى ثم تتعلم ثم ترتبط بالمسجد فتكون هذه العلاقة دائمة ومستمرة لا فقط أن تأتي لتصلي وتخرج أنا أذكر هذا المثال الرائع قال أحد المشايخ ونحن صغار أطفال كنا في اعتكاف فجلسنا في المسجد بعدة أيام فكان يأتي شخص يأتي يصلي ويخرج يصلي ويخرج ولا ينتظر في المسجد لا يحضر دروس العلم ولا المواعد ولا مجالس الذكر ولا القرآن والصلاة فقط مهمة ولكن ليست كافية كيف تتعلم أن تصلي إلا أن تحضر درس علم في كيفية الصلاة ما هي أركان الصلاة ومفتلات الصلاة كل هذه الأمور نحن اعتكافنا ولأول مرة نقرأ فقه الاعتكاف وتعلمنا الكثير في فقه بسيط هو فقه الاعتكاف في المسجد وأمور كثيرة كنا نجح لها لكن لما بدأنا نقرأ في كل يوم نصف ساعة نتعلم كيف نؤدي عبادة ربنا سبحانه وتعالى الشاهد أن هذا الشيخ قال للشاب حينما تأتي ولا تمكث في بيئة الإيمان بيئة العلم والتعلم كمان يطبخ لحم وهو يضع اللحم في الماء الساخن ثم ينزعه يضعه وينزعه ويضعه وينزعه فلن يستوي اللحم لن ينضج اللحم أبدا عليه أن يظل فترة داخل هذا الماء المغلي حتى ينضج اللحم كما يقول المصريين يستوي اللحم يعني الأكل يبقى جاهز هذه هي المشكلة نحن نصلي ونخرج نصلي ونخرج نصلي ونخرج فإن لم تمكث في المسجد لن ينضج عقلك وقلبك من ناحية العلمية ومن ناحية الإيمانية فنحتاج أن يكون ارتباطنا بالمساجد ارتباط عضوي ارتباط إيماني ارتباط علمي من الدروس ومن يرى نقصان تعالى وأكمل من يرى شيء لا يوجد في المسجد لا تذهب إلى المسؤولين في المسجد وتقول لهم والله هناك مشكلة نعم وعندي حل ثم وسأطبقه نحن نريد من يعمل أكثر من من يتكلم الكلام مهم والنقد مهم ولكن إن كان كل الكلام نقد إن تحول المسلمين كلهم إلى ما شاء الله علماء وأئمة ولا يوجد كما يقول لك هذه لا يوجد العمال والذين يخومون بالأعمال اليدوية ويتحركون ويحولون هذه الأفكار إلى واقع الناس فنحن نريد من كل مسلم أن يكون له دور في حياة سواء حياة المسجد أو في حياة الأمة التي تعيش فيها سواء كنت من أهل أوكفل أو أهل مستاجة أو أهل برلينغتون هذه الدائرة هذه أمتنا الصغيرة إن أصلحنا هذه الأمة الصغيرة إن أصلحت الفرد وأصلحت الأسرة وأصلحت هذه الأمة الصغيرة نصح الأمة الكبيرة أحيانا نتكلم كلام كبير جدا عن الأمة والمسجد الأقصى حرره الله صحيح وتعالى من المقتصبين ورده سالما غانما إلى أحضان أمته الإسلامية عاجلاً غير آجلاً يا رب العالمين هذا لن يحدث إلا عن طريق إصلاح الفرد شيئنا أم أبين وهذه خطوط بالتوازي ويسلم بعضها بعضاً لكن أن يتواكل كل شخص على الآخر كل شخص تواكل على الآخر ثم يترك الأمر أنا تعجبني دائماً هذه القصة وأكررها ولا أمل من تكرارها هذا الملك أو الزعيم الذي أمر أهل قرية أن يملأوا إناءاً من اللبن وقال ليقم كل واحد فيكم بدور صغير وهو أن يحضر كوباً من اللبن كل فرد في القرية أو في المملكة يحضر كوب فقط من اللبن وبنى خزاناً كبيراً لهم ثم قام الناس بملء هذا الخزان من أكوابهم إلا رجل واحد قال سأضع كوباً من الماء وسيختفي هذا الماء في هذا الخزان هذا الحجم الكبير من اللبن وجاء اليوم وافتتح الملك العظيم هذا الخزان ليجده مملؤاً بالإيه؟ بالماء لأن الجميع فكروا بهذا الإسلوب كل واحد لم يبذل دوره كل واحد تواكع على الآخر قال المجتمع سيقوم بهذا الأمر المجتمع سيقوم بهذا الأمر لا الإسلام الآن يحتاج إلى كل فرد من هذه الأمة أن يقوم بدوره سواء هذا الدور في الصلاة والعبادة في العلم والتعلم في خدمة الناس في نفع الناس خير الناس ينفعه من الناس عملية الإصلاح لن تتم إلا بأمرين إما أن يبذل كل واحد فينا جهدة وإما أن تذهب إلى سريرك أو تختك كما يقول الشوام ثم تنام وتحلم وفي الأحلام تصنع ما تشاء تتصح في الأحلام أن تذهب إلى الفضاء وتعود وتبني وتهزم أمريكا وروسيا وتفعل ما تشاء فأنت حر إما أن تغير الواقع بنفسك وإما أن تذهب إلى سريرك وتغط في نوم عميق وتحلم كما تشاء وفي النهاية الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا رب هذا وسعي أنا أعيش في هذا المجتمع سأقوم واحد اثنين ثلاثة هذا هو دورك ولكن هذا العمل العظيم هذا العمل الجماعي من كل فرد من أمتنا إن شاء الله سيتحول إلى نصر إن شاء الله الأمة ولذلك أنا قسمت واجبات الفرد واجبات الأسرة واجبات المسجد أو واجبات الأمة وأنا أقصد بالأمة أقصد أجفل طبعا حتى لا يغضب أهل المسلساجة ومسلساجة وبرلينكتون هذه الدائرة التي نعيش فيها كأمة صغيرة ججب أن تفكر ما هو دورك كفرد أن تصلح نفسك ما هي الواجبات التي عليك أن تقوم بها من الصلاة ومن العبادة ومن الدرس الأسبوعي عليك أن تتعلم أسبوعيا كل أسبوع يكون لك درس للعلم تتعلم فيه دينك قرآن تفسير فقه حديث سيرة أيا كان لا تفوت أسبوعا دون أن تقرأ أو أن تتعلم كذلك لا يمر أسبوع دون أن يكون لك درس إيماني في التسكية في إصلاح القلب في أمراض القلوب ولعلنا لما يأتي الشيخ نشأت بارك الله فيه بارك الله فيه وحفظه الله له طريقة عجيبة في الدخول إلى القلب لأنه رجل صالح ولا نسكى الله أحدا فما يخرج من القلب يصل إلى القلب كثير من الدعاء كلام يخرجون أفواههم فقط فيذهب إلى أذاننا فقط وذي ما يخرجون العذن الأخرى ولكن الصادق يخرج من قلبه إلى قلوب الناس نحتاج إلى هؤلاء العلماء العاملين الربانيين تتعلم منهم تتربى على أيديهم أما ده وكثير من الأمور حتى إصلاح أوضاعك المالية هذا من دورك إصلاح أوضاعك الاجتماعية عليك أن تبني نفسك سواء في الدين أو في الدنيا تماما تخطط لحياتك تخطيطا سليما ماذا تريد أن تفعل من لم يتزوج عليه أن يتزوج ذكرنا من أمس يعني استرستيكس كندا أو إحصائيات كندا أخرجوا مقال من يومين في منتهى الأهمية للشباب أن من 1966 يعني من 50 سنة تقريبا كل مئة شخص سيتقاعد كان يقابلهم مئتين شاب يدخلون سوق العمل الآن 2022 كل مئة شخص سيتقاعد يقابله 81 شخص فقط من الذين يدخلون سوق العمل وأنا قلت على الشباب المسلم وعلى الأسر المسلمة أن تنجب أكثر هذا واجب ديني وواجب أصبح واجب وطني لمن يحب كندا كندا تحتاج إلى شباب إلى أولاد إلى ذرية أكثر لأن المجتمع الكندي يعني يشيخ هذه إحصائيات يعني الحكومة الكندية فأنت حينما تنجب على الأقل ثلاثة أو أربعة لم يكن أكثر عشرة حتى كل هذا من إصلاح المجتمع المجتمع يريد إلى شباب وإلى ذرية ولكن ليس بالعدد ولكن نريد أن نخرج أفرادا صالحين مصلحين الكيف مع الكم الاثنان في الممتاحة الأهمية نكون عندنا كما ولكن يجب أن يكون الكيف أيضا صالحا ومصلحا الوقت ضيق ولكن هذه الأفكار المشاركة في نشاط المسجد المسجد يحتاج إلى أعمال كثيرة جدا أنا أدعو الجميع لأن مجلس إدارة إن شاء الله يعني بعد أن نرتب أمورنا إن شاء الله سيتغير ونحتاج إلى فترة انتقالية سنتين أو ثلاثة ليكون أعضاء جدد يديرون المسجد وأنا أقتلح أن يكون السن بين ثلاثين إلى خمسة واربعين حتى يكون هناك شباب فمن يرى في نفسه من هو في هذه السن ويرى في نفسه القدرة أن يتقدم تواصل معنا حتى يكون هناك عملية تدريبية وانتقالية في خلال سنتين أو ثلاثة القادمين حتى يأتي من يدير المسجد ويدير أمور الجالية كل هذه الأمور نحتاج إلى الجميع ليعمل أفكار كثيرة جدة لخدمة الجالية سواء في المدارس كثير من الأولاد يحتاجون إلى دعم في المدارس المرضى في المستشفيات المسلمون المسلمون في السجون فكر هناك كثير من الأمور التي يحتاجها المجتمع المسلم والمسجد تستطيع أن تقدمها والله سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا فارغا من موهبة إلا وستكون لديك موهبة معينة تستطيع أن تخدم بها الإسلام فإن شاء الله يكون رمضان هذا دفعة للأمام من أجل الصلاح والإصلاح اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المصلحين اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين اللهم اهدنا واهد بنا وعلمنا وعلم بنا وأصلحنا وأصلح بنا وأصلحنا وأصلح بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم تقبل منا رمضان وتقبل منا القرآن تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا واجعلها صالحة خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم أصلح قلوبنا بنور الإيمان وأصلح قولنا بنور العلم وأصلح أجسادنا بنور العمل اللهم يا ربنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تحرر المسجد الأقصى الأسير وأن تربط على قلوب إخواني المرابطين في فلسطين يا رب العالمين اللهم كن مع المسلمين في كل زمان وفي كل مكان أيدهم وانصرهم وآزرهم يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم امكر لنا ولا تنكر علينا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم ارزقنا وانصرنا واجبرنا اللهم يا رب العلمين نسألك في هذا اليوم العظيم أن ترحمنا وترحم آباءنا إلى أبينا آدم وأمنا حواء وأن تهد ذرياتنا إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله